جلسة خاصة لمناقشة قضية البدون تقدم بها عشرة نواب لاستعراض القضية بكل جوانبها وللمطالبة بتفاعل الحكومة معها لوضع خريطة عمل محددة لها ملف البدون مو ملف يعني نتكلم عن ملف آني ولا حديث عقود من الزمن وللأسف الآن بدأت تضع قيود أخواننا البدون بشكل عشوائي وشكل غريب طول عمري أنا ما علي قيد أمني فجأة أنا ألقى علي قيد أمني ليش؟ القيود الأمنية هذه بروح حد ذاتها مشكلة سواء على بدون أو العشاب الكويتي البدون التسليط الضوء على القضية وطلب جلسة خاصة هي بحد ذاتها تنبيه للحكومة وتوجيه الحكومة لأهمية الموضوع خصوصا أن يشكلون 15% من مجموعة عام السكان الكويتين الشيء الآخر أنا أعتقد هذه القضية آن الأوان لحسمها حسم واضح قانوني وكذلك سياسي من الحكومة والمجلس لأن طال الانتظار للحلول الوقتية فيما تعكف لجنة الداخلية والدفاع على صياغة مقترح لتجنيس المستحقين ويتوقع أن يرى النور في الأيام القليلة المقبلة فيه اقترحات كانت مقدمة من حيث المبدأ وزارة الحكومة ما عندها أي مانع وخاصة يعني وزارة داخلية ومثلة بدارة عامل الجنسية ما عندهم أي مانع بتحديد العدد اللي هو السنوي فطبعا تم التأجيل لأنه فيه اقترحات كثير من نواب ما اكتملت إلى الآن فيه اقترح كان يحددون العدد بأنه ما يغلع عن 2000 وما يتجاوز أربعة فأمانة يعني ما نبي نهضم حق كل المخترحين الغانون سار النور عن غريب بإذن الله إن شاء الله في الأيام المقبلة من هذا شيء يعني متفقنا عليه وخلص منه ولكن ودنا نطلع مخترح يلزم الحكومة تتمثل أهم المطالب النيابية في إقرار الحقوق المدنية والقانونية للبدون فضلا عن تفعيل قانون التجنيس لطي الملف ترجمة نانسي قنقر